الفورس كور هو كاشف عالمي والذي يمكن استخدامه في جميع أنحاء العالم مع خيارات بعشر لغات بهذا الفيديو سوف نستخدم القائمة الإنجليزية للشرح على الكاشف وطريقة استخدامه الآن دعونا نلقي نظرة على الشاشة الرئيسية وقائمة الخيارات لجهاز الفورس على الشاشة الرئيسية يمكنك أن ترى كل المعلومات التي تحتاج إليها أثناء البحث كالموازنة الأرضية ونقطة تحديد الهدف الآن دعونا نستعرضها واحدا تلوى الآخر شاشة البحث مقياس اللون في الأعلى من لوحة LCD تمثل الصخور والحديد والمعادن التي تصادفها في حق البحث شريط المؤشر الأفقي لمعرف الهدف عند كشف الهدف وظهور هوية الهدف بنفس الوقت شريط المؤشر الأفقي لمعرف الهدف سيظهر نطاق اللون بشكل يناظر الهدف المكتشف هوية الهدف هوية الهدف هي عبارة عن رقم من خانتين يقدمه لك الكاشف عند كشف أي هدف تعرض الأرقام معا على الشاشة الرئيسية وعلى الشاشة الرقمية التي على المقبض يتراوح مستوى التمعدن المغناطيسي بين الصفر والتسعة وتسعين هذا المقياس يمكن تلخيصه على أنه قيمة التمعدن المغناطيسي وكثافة الأرض ببساطة إذا كنت تعمل على أرض ذات مغناطيسية وتمعدن عالي سوف تكون هذه القيمة العالية أما إذا كانت الأرض لديها ذات مغناطيسية وتمعدن منخفض فافذه القيمة تكون صغيرة أما إذا كانت الأرض ذات مغناطيسية منخفضة وتمعدن منخفض فهذه القيمة تكون صغيرة هذا القياس مهم من جانبين الأول عمق الكشف منخفض في المناطق ذات التمادن المغناطيسي العالي ويجب أن يكون المستخدم على علم بهذه الحقيقة الثانية التمادن المغناطيسي هو خاصية وجدت أيضاً في الصخور الساخنة وقياس مستواها يلعب دوراً هاماً للجهاز للقضاء على الإشارات الخاطئة التي تسببها الصخور الساخنة وضع المتابعة الأرضية مؤشر الأف والأن عندما تكون المتابعة الأرضية بوضع الأن هذه الأيقونة سوف تومت وعندما تكون في وضع الأوف سوف تكون ثابتة مؤشر حالة البطارية يشير إلى حالة عمر البطارية بالإضافة إلى ذلك سوف تظهر رسالة تحذيرية على الشاشة عندما تكون البطارية منخفضة منطقة معلومات وضع البحث أو رسائل التحذير وضع البحث للمستخدم أو رسائل التحذيرية سوف تظهر هنا الآن دعونا نقي نظرة على شاشة الموازنة الأرضية قيمة التوازن الأرضي ستظهر على شاشة الرئيسية بعد الموازنة الأرضية بشكل أوتوماتيكي أو يدوي تصحيح وتوليف قيمة الموازنة الأرضية تستخدم التصحيح قيمة الموازنة الأرضية اليدوية يمكنك تعلم المزيد حول الموازنة الأرضية في الفيديو التالي شاشة تحديد نقطة الهدف قراءات العمق تظهر قراءة العمق التقديري للهدف في وضع تحديد نقطة الهدف شريط مؤشر السالب والموجب يشير إلى الإشارات الواردة من المعدن أو التربة أو الصخور بشكل عام المعدن تعطي موجبة والتربة أو الصخور تعطي إشارة سالبة الشريط سيمتلئ كلما اقتربت من الهدف والحد الأقصى الذي يصل إليه هو مركز الهدف مستوى التمعدن المغناطيسي سنتكلم المزيد حول تحديد نقطة الهدف في التصوير الميداني الخاص الآن دعونا نلقي نظرة على قائمة الخيارات في الجهاز واحدة والأخرى الأولى هي اختيار الوضع فورسكور لديه أربعة أوضاع للبحث وهي وضع تمييز اثنين تمييز ثلاثة وضع الأرضية الموصلة ووضع البحث العام وسوف نشرح هذه الأوضاع في فيديو بعنوان أوضاع البحث الخيار الثاني في القائمة هو الحساسية الحساسية هي خيار عمق البحث الذي تتحكم بضبطها في الجهاز وأيضا تستخدم للقضاء على الإشارات وتداخلات الكهروماناتيسية الواردة من البيئة المحيضة وكذلك الضوضاء ضبط الحساسية يعمل ما بين واحد حتى تسع وتسعين باستخدام مفاتيح الزائد والنقص التالي هو خيار الطنين لأن الطنين ينشط فقط في الوضع العام لذلك سيظهر بلون رمادي في أوضاع التمييز على الشاشة الرئيسية الآن لرؤية هذا الخيار سوف نبدل وضع البحث في الجهاز للوضع العام في وضع البحث العام سيسمع صوت الطنين بشكل مستمر أثناء البحث جزء بسيط من هذه الأصوات قد تؤثر بشكل مباشر على عمق الكشف للأهداف الصغيرة والبعيدة من السطح إذا كان صوت الطنين وضع بمستوى عالي جدا سوف تفقد صوت الهدف الحقيقي على العكس من ذلك إذا وضع بمستوى منخفض جدا في هذه الحالة ربما تفقد من ميزة العمق الذي تقدمه هذه الميزة في بداية كل تشغيل للجهاز يأتي وضع الطنين بقيمة الضبط الإفتراضية هذا الإعداد في قيمته الإفتراضية بالنسبة للمستخدمين ذوي الخبرة بإمكانهم ضبط هذا الإعداد إلى أعلى مستوى ممكن بحيث لا يزال يمكنهم سماع إشارات الهدف بصوت ضعيف يمكن ضبط مستوى الطنين من 1 حتى 99 باستخدام فاتيح الزائد والناقص إخفاء هوية الهدف هوية الهدف هو رقم يعرضه الكاشف على أساس التواصل مع الهدف وهو يعطيك فكرة حول ماذا يمكن أن يكون الهدف من جهة أخرى فإن إخفاء الهدف هو قدرة الجهاز على رفض الأهداف الغير المرغوب فيها والتي لا تعطي نغمات تحذيرية أو هوية لها عند الكشف عنها كما يوفر سهولة في الاستخدام من خلال ربض الصخور الصاخنة والمعادن مثل الحديد وإبطالها يمكن ضبط إخفاء هوية الهدف من 1 حتى 99 باستخدام مفاتيح الزائد والناقص هوية الهدف تعمل فقط في أوضاع التمييز ولا يمكن أن تستخدم في وضع البحث العام سنتكلم المزيد حول إخفاء هوية الهدف في فيديو خاص بعنوان أوضاع البحث التردد تغيير ترددات التشغيل في الجهاز يتم استخدامها للقضاء على التداخلات الكهرومانيطسية الناتجة من البيئة المحيطة أو ترددات الكاشفات الأخرى التي تعمل في نفس نطاق الترددات توجد خمس ترددات في الجهاز ضبط المصنع الافتراضي هو الرقم 3 عادة تكون غير نشطة ويظهر على القائمة بلون خافت لتفعيل هذه الخاصية اضغط باستمرار على زر تحديث الهدف ثم اضغط على أحدى مفاتيح الزائد والناقص للأعلى أو الأسفل عندها يمكنك اختيار التردد من القائمة وتنشيطه تحويل التردد قد يؤثر على أداء الجهاز لذلك من الأفضل عدم تغيير التردد إلا عند الضرورة والحفاظ عليه على وضع ضبط المصنع الافتراضي الصوت يمكنك زيادة وخفض الصوت على حسب المستوى المطلوب الذي تفضله يمكن ضبط مستوى الصوت من صفر حتى عشرين باستخدام مفاتيح الزائد والناقص في حالة إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله مرة أخرى سوف تجد الإعدادات على آخر وضع قمت باختياره النغمة يتيح لك بتغيير الصوت لتردد الطنين ونغمات الهدف التحذيري ووفقا لما تفضله توجد خمس ترددات صوتية مختلفة تتراوح ما بين نغمات رفيعة الصوت إلى نغمات غليطة الصوت تغير النغمات لا يؤثر في نغمة الحديث تكون نشطة في وضع البحث العام والتمييز 2 ووضع الأرضية الموصلة أو الناقلة وتكون غير نشطة في وضع تمييز 3 ستتغير الترددات الصوتية للطنين في وضع البحث العام ونغمات الذهب والمعادن الثمينة في وضع تمييز 2 يمكن ضبط النغمة باستخدام مفاتيح الزائد والناقص الإضاءة لضبط مستوى الإضاءة الخلفية للشاشة الرقمية الموجودة على المقبض وشاشة الكريستال السائل في صندوق النظام هذا الإعداد يجري لكل الشاشتين معا والتغييرات ستتم لكلاهما عندما تقوم بتغيير مستوى الإضاءة من القائمة ستعمل إضاءة الخلفية للشاشة الرقمية وتعرض الرقم 88 لقيام بضبط الإضاءة بشكل جيد في حالة إيقاف تشغيل الجهاز وعادة تشغيله مرة أخرى سوف تجد كل الإعدادات على آخر وضع كانت عليه دون تغيير يمكن ضبط مستوى الإضاءة من 0 حتى 20 باستخدام مفاتيح الزائد والناقص الاهتزاز ثم تطوير ميزة الاهتزاز في جهاز الفورس لاعتبار أن هناك أناس ضيعة في السماء هذه الميزة تمكن الجهاز من توفير ردة فعل الاهتزاز كبديل للصوت عند الكشف عن الهدف أثناء البحث ويمكن أيضا استخدام الاهتزاز وحده دون تفعيل الصوت يمكن ضبط مستوى الاهتزاز من 0 حتى 5 عند اختيار المستوى 0 ستقلق خاصية الاهتزاز تماما مستوى الاهتزاز 1 سيقوم الجهاز بالاهتزاز فقط على الأهداف الأكثر تحديدا والقريبة من السطح وتكون إشارة اهتزاز الهدف بشكل أطول أعلى مستوى الاهتزاز هو 5 الجهاز سيقوم الاهتزاز على الأهداف الصغيرة جدا والعميقة جدا وسيهتز لفترة قصيرة تزداد سرعة الاهتزاز في وضع تحديد نقطة الهدف لذلك لا يمكن تعديلها في حالة إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله مرة أخرى سوف تجد آخر ضبط للاهتزاز كنت قد اخترته يمكن اختيار مستوى الاهتزاز باستخدام مفاتيح الزائد والناقص النقطة الأخيرة هي اللغة وتستخدم لتغيير اللغة الخاصة بالجهاز قائمة جهاز الفورس يمكن عرضها في عشر لغات عند بدء التشغيل الأولي سيتم عرض لغة المصنع الافتراضية وبإمكان المستخدمين تغيير لغة القائمة باستخدام مفاتيح الزائد والناقص تم وضع اللغة في الخيار الأخير للقائمة لذلك في من السهل إيجادها في حالة تم تغيير اللغة إلى لغة أجنبية عن طريق الخطأ تفاصيل مهمة حول استخدام القائمة إذا لم يتم الضغط على أي زر لبضع ثواني بعد الولوج إلى القائمة سيقوم الجهاز بالعودة إلى الشاشة الرئيسية إذا كنت لا تريد الانتظار يمكنك الضغط ثم ترك زر تحديد لهدف مرة واحدة للذهاب إلى الشاشة الرئيسية مباشرة أنت لست بحاجة لتأكيد أو الخروج من القائمة لحفظ التغييرات سوف تكون القيمة الجديدة نافذة المفعول فورا عند الضغط مع الاستمرار على مفاتيح القائمة فإن خيارات القائمة والقيم تتغير بسرعة أكبر سوف تظهر خيارات القائمة غير النشطة بلون رمادي قد يكون الخيار الغير النشط نشطا في وضع آخر على سبيل المثال يظهر الطنين غير نشط في وضع البوست لكنه نشط في وضع البحث العام ترجمة نانسي قنقر